مشاهدينا كمان في الشق الكنسة ايضا والتربوي في انا المعن ولمناسبة حلول الزكرة الثانية والثلاثين بعد المئة لتأسيس مدرسة الفرير في طرابلوس وتحديدا في منطقة ددي اقيم احتفال بعنوان 132 سنة مدرسة الفرير في زاكرة طرابلوس وذلك في مركز الصفة للثقافي من اجل اعادة احياء هذا الحدث الذي غير وجه الفيحاء طرابلوس منذ العام 1886 تقرير يلقي الضوء وريبورتاج خاص من طرابلوس لمناسبة حلول الزكرة الثانية والثلاثين بعد المئة لتأسيس مدرسة الفرير في طرابلوس ددي اقيم احتفال بعنوان 132 سنة مدرسة الفرير في زاكرة طرابلوس الفيحاء وذلك في مركز الصفة للثقافي لإعادة احياء هذا الحدث الذي غير وجه الفيحاء منذ العام 1886 حضر الحفل كل من محافظ بعلبك الهرمي البشير خضر مفتي طرابلوس والشمال الدكتور ملك الشعار راعي ابرشية طرابلوس والكورة وتوابعهما للرومي الارتدوكس المتر بوليت افرام كالياكوس راعي ابرشية طرابلوس وسائر الشمال للرومي الملكيين الكاتوليك ادوارد ظاهر النائب البطريركي على الجب وصغرته جوزيف نفاع الرئيس الاقلمي لمدرس الفرير في الشرق الاوسط الاخ فادي صفير رؤساء الجامعات وفعاليات بعد نشيد الوطن وعرض لوثائقي عن المدرسة استهل اللقاء بكلمة للمفتي الشعار الذي رأى ان التعدد والتنوع عند الامم الدول والمجتمعات هو صفة تحضر ورقي بينما عند الافراد فهو شعور بالذات واعتزاز بالنفس معتبرا ان المشابهة ليست شرطا في تعايشنا مع بعضنا واحتضاننا لبعضنا مشددا على ان طرابلوس غنية برجالتها بمدارسها وبمؤسساتها وهي التي تكتنز وتعتز كثيرا بتلك المؤسسات التعليمية اما الاستاذ جيلبر الحلال مدير مدرسة لفرير طرابلوس فتوجه الى الحاضرين قائلا انتم اهل الدار والشركاء تحملون على سواعدكم وفي فكركم هذه المدرسة التي اراد مؤسسوها منذ 13 عقدا ونيف ان تكون اداة تعليما وتسقيفا والتزاما وطني اما كلمة لفرير فيدسفير راعي الحفل فكانت نابعة من ذكرياته وتجربته الخاصة لافتا الى ان الجواب اليوم يكمن في قون اهالي طرابلوس والشمال يعرفون تماما المعرفة الاصل والوفاء مؤكدا ان هذه المؤسسة التربوية تهدف الى مساعدة الكل في الوصول الى التعليم الجيد والاخلاق الحسنة مقابل ذلك اوضح الموتران نفاع في كلمته نحن نستحضر الان حقب من تاريخ طرابلوس لا يمكن ان تمحى ويجب ان تستمر مستعيدة كل رونقها السابق موضيفا الافرار في طرابلوس ليست مجرد مدرسة ليست جزءا من المدينة بل هي المدينة تجتمع فيها كل الاجزاء وعلى خط موازن رأى المحافظ خضر ان الافرار هي التي سقلت شخصيته خصوصا ان الانضباط هو من اهم الامور الذي طبع شخصية كل تلاميذ لفرار موضحا انه في مدرسة لفرار في طرابلوس كان المسلمون يصلون الفاتحة والمسيحيون الابانة وتلى هذه المداخلات وصلة موسيقية وحوار جرت تأكيد خلاله على قيم هذه المؤسسة خصوصا فيما يتعلق بالتزام الصرامة وترك اثر جميل في نفوس التربوية مشاهدينا وضمن اخبار الكنيسة ايضا تم تبريغ تمثال السيدة العزراء في كنيسة سيدة الاولى ببركة وحضور الموتران نبيل العنداري طبعا بحضور حشد من المؤمنين هالتمثال يلي تبرع في احد ابناء الكنيسة طبعا المحسنين بالتزامن مع الشهر المريمي اللي عم بعيشوه المؤمنين وما كانوا في مختلف اسقع العالم بعيزته الموتران نبيل العنداري طبعا تحدث عن اهمية الشهر المريمي وقال انه بهذا الشهر لازم يكون عندنا رسالة هي رسالة تضامن وخدمة لكل انسان ولازم كلنا نعيش الشراكة والحياة بينتنا كل واحد من مسؤوليته ومن موقعه عم نشوف طبعا مشاهدينا صور لتبريك تمثال عزراء مريم في كنيسة سيدة الأولي بيد صاحب السيادة الموتران نبيل العنداري على خط اخر كمان مشاهدينا ببركة ورعاية وحضور البطر يارك الماروني الكاردينال مارب شارة بطرس الراعي تم الاحتفال بالحفل المئوي التاني لدير مرضومة للرهبات الأنطنيات في منطقة تقرومي بحضور حشد من الفعاليات والأخوات الراهبات واللي مدعوين كانوا لهيدا الحدث المئوي يلي بيشهد على تاريخ الرهبني ودير العري طبعا اتخلى لهالحفل المئوي التاني العديد من الكلمات ولكن تبقى كلمة البطر يارك الراعي هي سيدة الموقف لا سيما لما تحدث عن مشاكل اليوم التلاميذ في ظل الاقصاط المدرسية الكبيرة ولما وجه نداء للسياسيين انه يتحملوا مسؤوليتهم قبل مفووات الاوان لانه الطلاب هني مستقبل هالبلد وهني مستقبل هالأجيار الطارعية اللي بدوا يبني على اساسها لبنان كل مقوماته الاساسية مثل ما عم تشوفوا كمان امامكم على الشاشة هالحضور الكنسة الرسمي الكبير يلي شهدته قاعة المسرح باحتفاء باليوبيل المئوي لدير ومدرسات مرضومة للراهبات الانطونية الى ذلك مشاهدينا كمان وفيما يتعلق بمجلس كنيس الشرق الاوسط عقدت الامين العامي لمجلس الكنيس الشرق الاوسط اللي هو بيتشكل من رابطة الكنيس تؤمن بالرب يسوع المسيح حسب الكتب المؤدسة اجتماعا طبعا بحضور ممثلي كنيس عالمية ومنظمات انسانية بكلمة لألا الامين العامي لمجلس كنيس الشرق الاوسط الدكتورة سورية بشعلاني اكدت فيها انه مجلس كنيس الشرق الاوسط سيعمل جاهدا من اجل ان يشهد بالصلاة والتفكر والعمل لكنيسة المسيح الواحدة الحاضرة في هذا المشرق العربي للإضاءة نحن نشوف نحن بيكون ريبورتاج خاص رابطة الامانة العامة لمجلس كنائس الشرق الاوسط والذي يتشكل من رابطة الكنائس التي تؤمن بالرب يسوع المسيح حسب الكتب المقدسة اجتماعا حول اولويات المجلس ومشاريعه واعماله مع شركائه في دير سيدة البير في بقنية بحضور شركاء المجلس وممثلي كنائس عالمية ومنظمات انسانية هذا المجلس يهدف الى العمل على تعزيز روح الوحدة المسيحية بين الكنائس المختلفة في المنطقة كما يسعى لتحقيق دعوتها وذلك من خلال توفير سبل الحوار فيما بينها ومن خلال اقامة الدراسات والابحاث التي تشرح تقاليد الكنائس الاعضاء واقامت الصلوات المشتركة لاسيما اسبوع الصلاة من اجل وحدة الكنائس المسيحية استهل اللقاء بالصلاة تلاه عرض جدول اليوم الاول من اللقاء ومن ثم القتل امينة العامة للمجلس الدكتورة ثورية بشعلاني كلمة رحبت فيها بالحاضرين واكدت ان مجلس كنائس الشرق الاوسط سيعمل جاهدا من اجل ان يشهد بالصلاة والتفكر والعمل لكنيسة المسيح الواحدة الحاضرة في هذا المشرق العربي ومن بعدها افتتحت جلسة نقاش وتبادل الافكار حول الوضع الحالي لمسيحي الشرق الاوسط مع الدكتور جرصبرة والدكتور طارق متري الذين تطرقا الى حضور ومكانة المسيحيين الشرق الاوسط واختتمت الجلسة بمشاركة الابجة بالهاشم الذي طرح شكلا جديدا للمسكنية في الشرق الاوسط طبعا المشاهدين اود ان اشير بانه تلاه لوميار كمان كانت ممثلة بهيدا الاجتماعي اللي عقدته الامين العامي للمجلس كنائس الشرق الاوسط وكانت ممثلة بشخص مديرة البرامج في قناة تلينومير ونورسات الاعلامية ماري تراز كريدي